أكدت المتحدثة باسم مؤسسة أوكسفام العالمية هديل القزاز أن الوضع الإنساني بقطع غزة أكثر من كارثي قائلة أن جميع سكان قطع غزة يعانون ضغوطا وأثارا نفسية عميقة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم وأوضحت المتحدثة باسم أوكسفام أن نحو مليونين ومائتي ألف شخص في قطع غزة يعانون من المجاعة جراء العدوان الإسرائيلي المتوصل كما أشرت المتحدثة إلى أن توقف عمل أونروا في قطع غزة سيكون بمثابة كارثة كبيرة تطال القطع الذي يعاني من نقص في الأدوية والماء النظيف والغذاء الكافي والخيام والحاجات الأساسية للحياة